يعني خلينا بقى نروح وأنا هنا عايزة أقف يعني على الخبر اللي جاي لأن الأعظم حاجة أنت ممكن تحس أنه أنت عاد في المكان ده وأنت بتتكلم مع الجمهور أو بتتكلم مع المشاهدين أنك تحس أن أنت تكون سبب قضية وكان لها مرضوط كويس جداً والسبق كان ليك يعني عشان كده أنا بحينها واندي لأنها كان لها السبق في هذا الأمر الخاص به دراج الاسكواش في الألعاب الأولمبية وانبارح انفرضت بهذا الخبر هي دي بتبقى أعظم إحساسكم أنت قاعد هنا في المكان ده يعني أنا بكلم مع حضاككم بكلام من القلب بالصدق يعني انبارح كلنا كنا متابعين معاكم على الهواء أنا هواندي الأول بحييكي انبارح على الازل السبق لأن تتكلمي علشان عندك فرحة أن نحن خلاص هنضمن ميداليا أولمبية لنصر أولاً بشكرك يا فاروق جداً والله بجد على كلامك وكلنا في الأول في الآخر بيبقى الواحد عينه على فعلاً بعض الأمور المهمة سكواش كلمنا فيها قبل كده أن انت من الرياضات اللي انت مهيمن عليها يمكن عندك خمس لعبين من التوب تن في العالم خمسة فخمسة مصرين من التوب تن ده رقم كبير جداً ما هياش حاجة قليلة فوانس إن هي تدخل أو تدرج في العلعاب الأولمبية طبعاً دي حاجة مكسب لينا على الأقل أنت رايح ده من ميداليا أو اتنين يعني إن شاء الله فنتمنى ذلك رغم من بارح أقولك بعض ردود الأفعال السلبية بس بعد ما تخلص يعني لازم يبقى فيه كده عارف ناس يا ربي طبعاً احنا هنا في برنامج عشر الصبح في الأهلي كنا أول برنامج بين الخبر إدراج للسكواش في أولمبياد لوس أنجلوس 20-28 وطبعاً احنا بكده ضمنا ميداليا أولمبيا في لوس أنجلوس لأن مصر متصدر ومستحوزة على التصنيف الدولي للعبة كان فيه تصريحات مهمة لعاصم خليفة رئيس الاتحاد لمصر السكواش إن إدراج اللعبة في الأولمبياد ضمن خمس رياضات جديدة أضيفت لي برنامج الألعاب في 20-28 قرار مهم جداً لمستقبل اللعبة اللي أصبح في أمان الآن مصر تسيطر على اللعبة عالمياً في كافة المستويات لكن المرحلة الماضية نقول صفحة وتقفلت خلاص المرحلة المقبلة مختلفة تماماً صعبة للغاية محتاجة مجود كبير جداً من كل فرد محتاجة مجود كبير مننا للحفاظ على الهيمنة العالمية وإن شاء الله ننتظر إن شاء الله ميداليا للعبة الأسكواش المصرية ميداليا أو 2 أو 3 إن شاء الله يا نهوان أنا أتمنى ذلك وردود الأفعال المبارح بقى كمان لو تشوفها على هذا الخبر الحمد لله طبعاً زي ما فاروق قال لحضراتكو يمكن الخبر نزل وإحنا على الهوى يعني الخبر نزل وإحنا على الهوى إن اللجنة الأولمبية بتدرس أو هتصدر القرار كان المبارح اللي هو اليوم يعني كان على المبارح وقلنا الكلام ده وقلنا الخبر بعد قبل ما الهوى يخلص كان القرار نزل فيعني إحنا طبعاً كنا سعاداء إن إحنا كنا فعلاً من أوائل الناس اللي اتكلمت فيه هذا الأمر وكمان أعلننا لحضراتكم الخبر الحلو كمان بإدراجه بشكل رسمي طبعاً للعبة الأسكواش مبارح بقى لو تبعتوا أو لو تبعت يا فاروق كمان لدود الأفعال عن الخبر ده ناس طبعاً مهتمة بالملف ده يعني ناس كتيرة جداً طبعاً سعيدة ناس تانية كانت بتتكلم من زاوية أخرى بقى قالت لك إيه أتك طيب خلونا نرجع لورة شوية ما التايقوندو كان من الألعاب اللي مصر يمين عليه بشكل كبير بعد لما تم إدراجه في الأولمبياد مصر عملت إيه تأصلاً ما وصلتش ليه يعني نصف النهائي وحاجات زي كده فبص يعني أنا مش هرد قوي على الطاقة السلبية دي لكن طبعاً أنا مش من المدرسة دي أنا مش من المدرسة السلبية بصراحة أنا من المدرسة إيجابية جداً وحتى إن كان فيه أخطاء أو حتى زي ما بتقال كده سابقة في هذا الموضوع لرياضة أخرى أنا ما يمينيش أنا قصتي كلها إن أنت بجد تتكلم أن أنت مصر هذه الرياضة منفرد فيها ومتعرفش سببها إيه يعني سكواش منش من الألعاب اللي رجع مثلاً للفراعنة أو غيره لا فيها ألعاب كتيرة كان بدايتها معا كمان الفراعنة لكن مش السكواش منهم لكن هذه الرياضة أنت مهيمن فيها بشكل كبير من زمان يعني ممكن من قبل كمان أحمد برادة الإسم اللي كنا وإحنا صغارين بنسمع كنا كلنا نفسنا نبقى أبطال عشان أحمد برادة كان قد ولينا وقتها بس أنت يمكن عشان اللعبة دي كانت واخدها اهتمام إلى حد كبير برضو وقتها من الدولة معرفش بس السكواش حالياً الوضع الحالي أن أنت مهيمن فيها عالمياً على مستوى النساء والرجال فده مش موجود في أي دولة تانية فأنا أتمنى إن شاء الله أن ده يترجم بميديليات في الأولمبيات القادمة لوس أنجلس عشرين ثمانية عشرين عندنا ثقة كبيرة ما فيش حاجة تمنعنا أنت مقارنة بأبطال العالم التانين أنت في حتة الوحدك عندك أعداد كبيرة جداً كمان مقارنة بالعالم كله فأنا متفألة بغض النظر عن الحتة المتشاملة بس فعلاً خبر حلو زي ما قلنا ده ضمنت على الأقل ميدالية ذهبية يعني بإذن الله لا بإذن الله بالضبط فتعالا بقى نروح ليه الملف اللي أنت قلت أو نوهت عنه كمان في بداية الحلقة هنتكلم عن إعلان اللجنة البراليمبية المصرية برئاسة هنا الدكتور حسام الدين مصطفى عنه شاركة 17 دولة ببطولة كاس العالم لرفع الأثقال البراليمبي واللي هتستدفى مصر تكلمنا في الموضوع ده قبل كده في أن الفترة من 3 ل 5 نوفمبر المقبل وكمان مفروض هيشارك في البطولة دي 89 لعب ولاعبة من 17 دولة طبعا حاجة كبيرة جدا يعني خلينا نقول محفل دولي هيكون على مستوى كبير أكيد هيكون عندك إعلام وتغطية إعلامية والصحفية برضو من أماكن كتيرة جدا وده أعتقد أمره مهم وكمان هيقام التصنيف الدولي لللاعبين قبل البطولة هيكون وقتها بيومين والبطولة دي لي هتتكلم إن هي مهمة لأ هي بطولة مهمة جدا لأن هي أحد البطولات اللي مفروض بتساهم في التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 فهي يعني بطولة في غاية الأهمية إن صح التعبير وطبعا إحنا كمان مش محتاجين إن احنا نقول قد إيه أبطال الأثقال عندنا الباراليمبي بيحققوا إنجازات ويمكن بجد ده مش مجاملة بس أكتر بكتير من المستوى الآخر الأوليمبي عندك يعني أنا مش عايزة أنسى حد بس حسب ما أنا فاكرة طبعا عندنا فاطمة عمر وشريفة عثمان اللي كمان جايبين ميدليات كانت متنوعة في توكيو ومنتظرين منهم بإذن الله المزيد ده في باريس فخبر حلو برضو كل التوفيق ليهم وأبطالنا الباراليمبيين كده كده من شرفيننا يعني بص لازم الحق يقال فهذا الملف أبطال من ظروف فيها تحدي كبير جدا لأبطال لا لا يعني تقهر الظروف خلينا نقول بهذا الشكل فعلا هما أبطال بيقهروا أي ظروف بيمروا بها نهاردة معنا كمان فقرة حوارية فحلسمع كمان كتير منهم يعني هما بيتحدوا الظروف لذلك النجاح بيبقى طعمه مختلف وشكله مختلف دائما بنتكلم على الأمور كتير جدا ويعني كل الألعاب ما فيش بصراحة يعني ما فيش أي لعبة من الألعاب احنا بنسبة أو أي رياضة من الرياضات كمان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج أعلن عن المشاركة فيه 12 بطولة عربية ودولية وقرية خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 20-23 طبعا ضمن خطة الاتحاد للاستمرار في تحقيق المراكز الأولى وتحسين ترتيب الفرق على مختلف المستويات عايزين نستعرض مع حضراتكم أبرز وأهم البطولات اللي هنشارك فيها اتخب اللاسامبو هيشارك فيه عدد من البطولات من ضمنها بطولة العالم للشباب اللاسامبو في دولة كاجاكستان اللي هتكون بطولة وورلت كومباكت طبعا لبطولة اللاسامبو اللي هتقام خلال الفترة من 20-22 أكتوبر الجاري في السعودية وبطولة العالم للاسامبو للعموم خلال فترة من 9 نوفمبر إلى 12 نوفمبر المقبل في دولة أرمينيا كمان هيخد منتخب الكوارش في بطولة العالم للكوارش للعموم خلال فترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في دولة توركومانستان ويستعد أيضا منتخب الكيك بوكسنج للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسنج للعموم خلال فترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل ثم بطولة العرب للتايو كونجوستو خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل والتي تقام في مصر كل التوفيق طبعا لرياضة البوكسنج ويعني إذا ما نقول لنا هواد نحن ما فيش رياضة من الرياضات ما بننويش عنها ما بنديش لها الصدى الإعلامي القليل اللي بيتكلم عنها بس السنوات الماضية حتكلم بقى في عشر سنين يمكن ما كناش أصلا كإعلام يعني من نسبة 90% تقريبا مهتمة برياضات كتيرة جدا وبالمناسبة كانت رياضات مصر بحققة فيها يعني نتاج أعلى بكتير من الكورة ومن الحاجات المشهورة أو رياضات الشهيرة زي ما بيتقيل عليها بس فكرة دلوقتي الاهتمام اللي أصبح عند كمان المجتمع الوعي اللي حصل فبقى فيه اهتمام إعلامي برياضات كتيرة ابتدت الناس تعرف حاجات أو تسمع عن رياضات إيدها هو فيه رياضة أصلا اسمها كده طب هي الرياضة دي مصر فعلا محققة فيها إنجازات كده ما كناش نعرف يعني ما كانش فيه تصلية للدوق فعلا على الرياضات دي وعلى الأبطال دول أبدا وده كان حاجة على فكرة سلبية جدا دي وقتها كانت حاجة سلبية ما تيجي تتكلم عن بطل مثلا في لعبة ما يقول لك أنا محدش كان أصلا يعرف عني أي حاجة وعن أنا بطل مصر في هذه اللعبة أنا مش حاجز أقول لعبة محددة عشان ما نديش مثال معين بس يعني أنا بتكلم في العموم يقول لك أنا بطل مصر في الرياضة دي ومحدش يعرفني ومفيش إعلام بطل قر كمان بالزبط فالمشكلة إن ما كانش فيه اهتمام بس على كل حال برضو ما بحبش أركز أو يعالفات دلوقتي لما ابتدى الإعلام والصحافة والدولة والناس تشوف وتركز أكتر بتدى يبقى فيه وعي أكبر بتدينينا نعرف مين أبطالنا بتدينينا نعرف مصر فين ومستوها إيه فيه كمان على مستوى الرياضة في العالم فيه الرياضات كتيرة جدا بيطلق عليها شهيدة لكن أنا ما بحبش المصطلح ده بس أعرفش حكسمها رياضة شهيدة يعني فيه حكاة لا معاش جابوها منين دي بس يعني رياضة غير شهيرة خليها نول أو مش ماخد حظها يعني من الاهتمام الإعلامي